موسيقى نعود لمتابعة هذه الحلقة مع دكتور فادي أحمر إذن قبل ما ندخل بموضوع اللبناني وأنون الانتخابات لفتني مقالك اللي كتبته بجريدة المسيرة من وحي عم نحكي عن العمل العربي والكمة العربية ونشروا موقع القوات اللبنانية حول المقارنة بين ثورة 1916 الكبرى وثورات اليوم الصغرى بتقول بخلاصة هالكتاب أنه التيارات السياسية غائبة أو شبه غائبة بالعالم العربي وتيارات الإسلامية السلفية هي البارزة أما لماذا؟ بتعدد عدة أسباب أبرزها الفراغ بالفكر السياسي العربي تحكم الدكتاتوريين بمقاليد السلطة استعمال الحكام الطغاة للطيارات السلفية ببلادهم وبالمنطقة رداءة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي والسبب الخامس سياسة الولايات المتحدة الأمريكية يلي ساهمت بتغييب الفكر السياسي بالعالم العربي وكانت الخلاصة أيضا أن الثورة العربية ستكون هي الأزمة العالمية المقبلة هل من وراء هالمشاكل فيك تستمبط حلول معينة لما يعانيه العالم العربي؟ لا بكل بساطة قبل ما نحكي عن حلول حكيته أنا هوني عن أسباب السورات الفشل العالم العربي هي تنطبق على القمة العربية خاصة بما يخص الأنظم الدكتاتورية القمة العربية كان قمة جامعة الدول العربية نعم بالألف وتسانية أربع عربين يعني من أوائل التكتلات الأقليمية بالعالم نعم ولكن اليوم الجامعة الدول العربية هي من أفشل التكتلات الأقليمية بالعالم التكتلات البقية سبقتنا الاتحاد الأوروبي شفنا وين صار رغم أزمة باريطانيا وخروج باريطانيا اليوم وانصار الشمال الأمريكا الشمالية يعني الألانا كمان بالرغم من هلأ أنه إدارة ترامب ممكن يصير فيه مشلي مع المكسيك ولكن خطوة خطوات المالكوصور بأمريكا الجنوبية إلا ما هونالك من منطقة التولات الإكليمية طب الدول العربية ونية بسبب المشاكل يلي عددتها سترون لا أنا ما كنت أقدر أفهم واتبلاش أدرس هالمسألة بالوضع العربي ما كنت أقدر أفهم أنه 144 دول العربية بيعدوا مجموعة ديكتاتوريين ببلادهم بيعدوا تيتناقشوا بمسألة تخص العالم العربي كيف بدي يصل للنتيجة ما هنه ديكتاتوريين ما هنه يعني هنه مش معوديين سائفة الديمقراطية مش موجودة عندهم يعني ما بتخيل أنا كيف كان حافظ الأسد يقعد بيل صدام حسان بيل معمر الأزافة بيل حسن بارك ولكن بأمريكا الجنوبية يعني الوضع ليس أفضل نقلوا للديمقراطيات هلأ تعثرت ليش تعثرت هلأ أمريكا الجنوبية لأنه برزت ديكتاتوريات أو برزت ناس وصلوا على السلطة بالديمقراطية ولكن حوالوا يستأثروا بالسلطة لا يمكن عشان هيك كان شرط أساسي مثلا للدخول بالاتحاد الأوروبي هو اعتماد نزام ديمقراطي ديمقراطي فعلي يعني هل هذا ما يعادك الدخول لتركيا مثلا؟ هيدا شرط أكيد هيدا واحد من الشروط الأسوأ يعني تركيا رايحة بالاتجاه المعاكس يعني العالم عم نطالب نحن بديمقراطية بالمنطقة تركيا راجعة بالعكس نعم ولكن موجة التطرف بالمنطقة دكتور أحمر منها فقط ب يعني صارت عم نلاحظ أنه نزعة لتطرف بأشكال مختلفة بكل أنحاء العالم يعني حتى بالمولايات المتحدة حتى بأوروبا بس نحن صحيح تطرف بدي يجرب التطرف يعني بدي يستجرب التطرف هيدا حكما ولكن يعني هي هلأ تريند زي بدنا نقول أكثر صحيح للأسف ولكن بما يخص العالم العربي واني مش مسألة تطرف بس هون مسألة دول العربية لم تتطور نحو الديمقراطيات بالتالي عشان هي الجامعة بقية فاشلة مسألة تنهي وضع الاقتصادي وضع الاقتصادي وشو بيقرب الناس من بعضها؟ الدول والشعوب هي التبادل المصالح الاقتصادية طب ما 10% من التبادل الاقتصادي للعالم العربي فقط 10% بين الدول العربية وال90% مع العالم الخارج بالوقت للاتحاد الأوروبي حوالي 70% من التبادل التجاري من دول الاقتصاد طب ما أنه وهون في أسباب كتير الجي دي بي طب العالم العربي بعده لليام 2.5 تريليون دولار يعني ما بيشكل أقل بعد من الجي دي بي طب دولة واحدة بالاتحاد الأوروبي هي إلمانيا بالوقت للعالم العربي عنده مؤدرات طب ليش ما تطور اقتصاده؟ ليش ما تطور اقتصادات؟ بالتالي أنه العالم العربي فيه فشل اللي هيدا عشان هيك وصلنا اليوم نحن أنه فيه فشل بالثورات ما عم نقدر نغير نحن لا نحوه ديمقراطية ولا تغير المجتمعات العربية لأنه عم تعسكر الثورات وتأخذ على منحة آخر يعني بتروح محال تاني لأنه فيه فراغ سياسي وفيه تصحير فيه غياب للقيادات يمكن هذا الموضوع يلزمه أكثر وقت ولكن بدي انتقل للموضوع اللبناني بمسألة كمان ارتباطها بالقمة جريدة النهار اعتبرت اليوم أنه مرور ما وصفته بقطوع القمة بمثابة جرعة منشطة إضافية للتسوية يلي صارت بلبنان منذ انتخاب الرئيس عون هذه الجرعة ممكن تترجم أو تثمر بيئة المواضيع الخلفية اليوم بلبنان بدءا بأنون الانتخاب أنا برأيي مفصولة لا شك أنه بوكأنه لكم اليوم خاصة الصورة اللي برزوا فيها الرئيس ميشيل عون والرئيس سعد الحريري مع بعض يعني هذه الصورة إلا زمان مشهدناها كل لبنانيين والعالم العربي إلا زمان مشهدها من لبنان خاصة بيكمة على الحجم عالميا حتى الصورة كانت للعالم يعني مهمة للبنان ولكن أنا مبرأيي لح توصل أنه هي تكون عامل لتسهيل الأزمات الداخلية أو المواضيع الخلفية الداخلية لأنه هنا المسألة بمحل آخر يعني مسألة السلسلة بمحل آخر مسألة أنون الانتخاب بأي محل مسألة أنون الانتخاب هي محل آخر هي محل مواضيع داخلية وهان مسألة الحزب حزب الله هان النفوذ الإيراني ممكن يكون له تأثير بأنون الانتخاب بمعنى أنه حزب الله أكيد على إيران ما تتدقى شو بده حزب الله من الانتخابات المتحدة بده النسبي الكاملة أنا برأيي حزب الله بده النسبي الكاملة من أجل ماذا يعني يقال أنه شو ما كان العنون حصته بمجلس النواب ستبقى كما هي لا لا حزب الله أنا برأيي أنا بقراها صراحة لأنه حزب الله كنا عم نحكي من شوي أنه صار لعب أقليمة نعم وأنا برأيي الوضع اللبناني كمان هو عم يقراه من منظر أقليمة مش عم يقراه من منظر لبناني فقط أنا برأيي حزب الله وهون كحزب وكشيعة بشكل عام وصلت لمرحلة من القوة السياسية في لبنان والمنطقة كبيرة جدا شايفين رياح ممكن تغييرية ممكن تأثر على هالقوة هيدا وتقدق إلى تراجعة أنا برأيي اليوم الحزب شايف هيدا اللحظة هي لاستثمار لتحويل هيدا القوة العسكرية والسياسية والأمنية لما هونالك بقوة سياسية بالتركيب اللبنانية كيف بدو يعملها بالسلطة الأم يعني المؤتمر التأسيسي يعني بغياب لا لا مش ضروري مؤتمر تأسيسي أكثرية معينة ولكن بأكثرية نيابية لأنه هيدا المجلس النواب بدو يفعل إذا حصل على أكثرية مجلس النواب ساعتها صار عنده إمكانية أنه يتحرك بالبلد أكثر منذ متى الأكثرية بمجلس النواب واحدها بتاخد القرارات عشانها كنت عمقول أنه بحرية أكثر ولكن مش ما بيعني أنه وضع يد على البلد لأنه لبنان محكوم بتركيبة التعاير ولكن بترتيبة يعني إذا بدك الإجماع الطوايف على القرارات الكبيرة ولكن ما بيعني أنه إذا حصل على الأكثرية لحيكون وضع أحسن أفضل بالتركيبة السياسية وساعتها ممكن مشروع مؤتمر تأسيسي بيصير أسهل عليك مشروع تعدين دستوري بيكون أسهل عليك أكثرية إلى جانب من؟ يعني إذا كان إلى جانب الطيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية لازم يقبل بمشروع الوزير جبران باسيل ما بعرف أنا شايف لا أنه الحزب والشيعة حتى الرئيس بره حتى الرئيس بره ما أنه نمو فينا على مشروع على مشروع على الوزير باسيل لأنه شايفوا أنه لا ما بيأمنهم التموحاتهم ما بيلبينهم طموحاتهم ما بيأمنهم أن الهدف يوصل للهدف للدنيا هو الحصول على أكثرية بمجلس النوار بيعتبروا أنه حصت الوزير باسيل والطيار الوطني للحر ما راح تكون من يمهم يعني بهذا المعنى هيك فيه عادة حسابات يعني أنا برأيي يعني صحيح أنه الحزب ترك يصير فيه تنسيق عونة أو بين الطيار بين الطيارين المستقبل والوطن الحر ولكن عم برئيبها بحذر يعني تركوا مرغمان أم لا لا تركوا طي أم منها الاستقرار بالبلد اللي كان بده يعني ما ننسى أنه حزب الله كان بده الاستقرار بالبلد ولا ما كان صاروا عاملين يمكن شير 30 جلسة حوار مع طيار المستقبل تقريبا هلأد فبالتالي بده استقرار البلد أمنوا يهي انتخاب الرئيس عن بالتالي تنسيق يعني بين الطيارين المستقبل الوطن الحر ولكن ما بيعني أنه بالتالي ضامن أنه أنه الطيار الوطن الحر لح يتكفي بالاتجاه خاصة من بعد إعلان النواية مع الأولوات اللبنية هنا بوصل لموضوع علاقة السناء المسيحي أسقطوا مشروع بسيل اليوم منشات بجريدة الأخبار بتقول فيها انتصر تحالف جبران بسيل وسامير جعجة على النسبية محل إثنان كل ما دبجه بمديحها طوال السنوات الماضية أثناء المسيحي ماذا يريد من الانتخابات النيابية المقبلة يريد حسين يريد بكل بساطة في عنوان عريض حطوه المسيحية من زمن مش بس حتى الثناء المسيحي حتى الرباع المسيحي اللي كانوا عم اجتمعوا يعني الأقطاب الأربعة ببكيركي من منذ سنوات بدن أنه المسيحيين هن ينتخبوا النواب تبعهم لأنه خلال فترة الوصائية السورية وما بعدها بسبب زيادات اللي صارت على المجلس نواب من 108 إلى 128 وبسبب الأوانين الانتخابية لم تسمح لأنه الناقب المسيحي هو يكون له الصوت الفعلي بعدد كبير من عدد يعني بانتخاب كل النواب المسيحيين على خلال باقي الطوائب يعني الشيئة عم ينتخب نواب الشيئة أكتر السنة عم ينتخب نواب السنة وأكتر الدرزي عم ينتخب نواب الدروز وأكتر بالتالي هالأكتر كلهم عم ينتخب من حصة المسيحيين اليوم العنوان العريض للمسيحيين هو نحن بدنا ننتخب أنه لازم تكون في توازن بهالبلاد وين بيلتقي هالعنوان مع الواقعية مع الواقعية دكتور أحمر وين بيلتقي هالعنوان مع الواقعية يعني مع الواقعية السيئسية رينا مؤخرا استطلاعات وأحصاءات تفيد أديش اليوم حجم المسيحيين الحقيقي في البلد شو مصلحة الثناء المسيحي بتظهير الأمور بهذا الشكل؟ أول شي خلينا ننطلق من نقطة أساسية وعند نحكي بالعدد يعني نحن رحنا على الديمقراطية العددية ولكن في لبنان الديمقراطية ليست عددية وقت اللي بتطالب السناء الشيعي بالنسبية الكاملة الديمقراطية هي توافقية وبالتالي عشان هيك مثلا هلأ اليوم السناء الشيعي طالب النسبية الكاملة من أجل ماذا تظهير هذا الأمر؟ من أجل تظهير هذا الأمر؟ العدد؟ يعني ممكن من أجل تظهير العدد ولكن لبنان لا يقوم على الديمقراطية العددية وهذا في ارتفاع لبناني هون لأنه حتى بهذا الموضوع هيدا حتى بهذا الموضوع هيدا تم الشيعة ساعتها ما بيقتوا حجمهم بالسلطة هالقدي بالسنة أنا لويح الشاطب 2017 ما اشتغلش عليها بس يغل حتى بعد 2009 صار في تغييرات شوي يمكن باللويح الشاطب اللي هي للأسف المرجع الوحيدة نعرف تقريبيا من النسب النسب العدد ولكن السنة أكتر أكتر بشوي أكتر بشوي فبالتالي إذا ما ناخد بالعدد كل طايف ما بتاخد ساعة حجمها حتى الدروز إذا ما ناخد بالعدد طب الدروز ما بيكون حجمهم السياسي يعني طب أي أنول ممكن يكون نقطة ما بيكون حجمه السياسي على الأد أكيد لا أي أنول ممكن يكون شكل دعاته مسألة العددية خطرة مسألة العددية خطرة هلأ طوايف تفوت فيها يمكن في طايف إلى مصلح هلأ تفوت فيها ولكن تفوت فيها على المدى البعيد خطرة لأهلأ ولازم يعولة خاصة وأنه عندنا بلبنان اليوم نحن مليونين نازح معروفين أنه بغالبية سنية بين فلسطينيين وسوريين سأتبين مين عن تفوت بالعدد هلأ هالنازحين بتكفى لأنه يرجعوا كلهم سوا فلسطينيين ما بدي أقول السوريين المليون ونص سورة لذات الغالبية السنية بيرجعوا كلهم سوا على سوريا إذا بكرة صار الحال بسوريا أنا بشك بالموضوع لأنه نحن بنعرف من خلال تجربتنا اللبنانية حتى بالداخل للبنان يعني النزوح الداخل أو الهجرة الداخلية ما كل الناس رجعوا لعمل حياته بمحل معين خاصة وأنه السوريين يعني عندهم تجارب بالسابق أنه يجعوا على لبنان نعرف هجرة الستينات هجرة رؤوس الأموال وقتها كانت إشابية للبنان ولكن اليوم لا هجرة عددية كتير كبيرة ولكن إذا بدي أحكي أنا اليوم الهجرة هذه ممكن تغير بالميزان الديموكرافي الطائفة في لبنان فبالطالب ما حدا إلو مصلح يفكي بالعدد للحد دون أنه يصير هذا الأمر أي أنون انتخاب ممكن يكون نقطة تقاطع بين مختلف المكونات اللبنانية صراحة أنا ما أنه اختصاصي يعني هيك بتأذيرك من وراء اللي عم ينترح لأنه الوصول إلى الفراغ اليوم الممكن تعرف السياسة فن المختلط يعني خياطة على الطريقة اللبنانية بس ما يكون فيه يعني مش خياطة على الطريقة اللبنانية مثل ما كان يصير فيه بمرحلة السورية نعم أنه يعملوا جبل لبنان أو دائرة لتأخضية أو دائرة قضاء لا مش بها المعنى هيدا وحدة المعايير ولكن يوم بوحدة المعايير ولكن ضمن مبدأ المختلط والنسبة يعني ياخدوا عنوان عريض أنا برأيي المختلط والنسبة نسبة معينة من المختلط يروح على الأكسر عفوا يعني الإنون المختلط اللي هو أكسر ونسبة أنا برأيي اليوم ما فيه إمكانية غير هايك ولا ما منوصل لإنون انتخاب بتقول الديار اليوم وزارة يعني أنا تعرف اللي صرنا خلص اللي كنا عم نحكي من 6 من 5 6 شهر أنا كنت أحكي أنه ما فيه إنون انتخاب يعني فيه تمديد لمجلس الموار بتقول الديار الوصول إلى الفراغ قصري بتقول الديار الوصول إلى الفراغ لن ينعكس فقط على الدور المسيحي والفشل بإقرار قانون عصري وعادل سيعيد عقارب الساعة إلى الوراء وتحديدا إلى العام 92 عندما كان العنوان الأساسي هو تحجيم الدور المسيحي شو تعليق لا لا ما بدي أنا بالمطلق ما بحب المقارنات بالأوضاع السياسية انت لا أمن أن التاريخ بعيد خاصة لا لا أكيد أنا مش مع النظرية والمقارنات المقارنات بتوقع بتلزم الإنسان ساعتها بتحليل يوصل ل يعني بتوجه والتحليل طب العاقل الواحد حر فيها الوضع اليوم مختلف تماما ما بعيدا على المقارنات الوضع مختلف تماما بين 92 وال2017 أول شيء ما في وصائية سورية الأحجام السياسية بالداخل تغيرت صحيح الوضع المسيحي لا يزال متعسر ولكن الوضع المسيحي صار أفضل يعني احنا عم نحكي بـ 92 كان الرئيس أمين جميل خارج البلاد كان الجنرال ميشيل عون كان الدكتور جعجعبا ولكن كانوا عم بيحضروا له إياها للحكيم أن يفوت على الحبس لأنه رفض المغادرة لأنه رفض المغادرة بس كانت التحضيرات بلت أنا بتذكر أنا تلاقيت فيه بـ 92 يعني ما بنسيها تموز 92 عمل له أنا كنت عم بيحكي بموضوع هايك خاصة قال لي فادي تذكر تبقى إدمين على على مرحلة صعبة كتير قلت له ايه أول مرة بيسمعها على الحكيم كانت ظروف الحرب أول مرة بيسمعها بيحكي بالقطاب هيدا قال لي ايه ظروف صعبة كتير صعبة كتير فبالتالي كان شايفة كانت فعلا ظروف صعبة كتير وصارت أصعب فبالتالي اليوم الوضع مختلف لا اليوم الجنرال هو رئيس جمهورية نعم طب اليوم الدكتور سامير جعجع رئيس كتلة نيابية وعنده وزراء اليوم المسيحيين عندهم تحالفهم نتذكر بـ 92 المسيحيين لم يكن الأمر كثير ما كان عندهم تحالف بالداخل ولا بالأقليم بالمنطقة ولا على مستوى الدولي وبس وقت الواقعة تذكرونهم الكل يعني بالداخل الوضع مختلف مختلف اليوم بدأي أخذ بريك بعده مباشرة هكي قدمة بيسمح لنا الوقت المواضيع الأخرى يعني الموازنة سلسل سر تب والرواتب وين صارت وغير لحظات ونعود موسيقى